وصفتنا لليوم وصفة سوبر سباشال ومميزة وصفة السان سباستين تشيز كيك المعروف بالبرند تشيز كيك يلي هو مشهور باسطنبول وصفة رائعة جدا وانا اليوم حذرت لكم اياها بطريقة سوبر اقتصادية تتعرفوا كيف عملتها الوصفة حضروا الفيديو للاخير اول شي حاخلط الكريم تشيز مع اللبنة سو عندي هون 300 جرام من اللبنة مع 180 جرام من الكريم تشيز وفيكن انتو تعوزوا الكميه كلها يتاق من اللبنة ما بيأسر حزيد فوقون 3 رباع الكوب من السكر العادة واخلطون منيح لحتى يصير عنا الخليط بهالشكل واهم شي انو نعوز اللبنة مش اللبن لانه اللبنة هي سميكة اكتر جيب هلا اربعة بات بخلطن منيح وبرجع بضيفهم على الخليط الكريم تشيز واللبنة والسكر يلي عندي وحديف فوقون ملعقتين صغار من الفانيلا بنخلطن منيح لحتى يتكامشوا كلياتن مع بعضن ونرجع منضيف فوقون عصير نص حامدة بعد ما نضيف العصير طبعا نص الحامدة كمان بنخلط وهلا حننخل فوقون ربع كباية من النشا اهم شي انو ننخل النشا مشان ما يكتل معنا بعد ما نخلط هالمكونات مع بعضه هنضيف اخر مكون لهالوصفة يلي هو الكريمة وانا عم عوز كريمة هوبلا واهم الشي تجيبو كريمة الحلويات هنحط 350 مليليتر ونخلطن منيح على المكسر لحتى يصير عنا الخليط بهيدي الكسافر بهالوقت نحن نعلق منحمي الفرن عدرجة الحرارة 200 مندور الفرن بس من تحت وبدنا نحط لتشيز كيك بنصف الفرن ومنا ننطر عليه لحتى يحمر كله سوا متل ما نكون شايفين اهم شي انو انا حطيت ورق الزبتة وبعدين انا بخبت عليه هيك للشيز كيك جرميل شير البابلز هلا انا اخد معي هون حوالي 40 ديئة بالاخير لما حسيته رفخ حدورت الفرن شوي من فوقتها يحمر كله ياتوا منيح وبترك الكيك بالبراد تقول داون اوفرنايت يعني ليلي كاملة او ياما مينمام اربع ساعات قبل ما نقدمه وبعدين منشيله من القالب بكل سهولة لانو حاطين ورق الزبدة اهم شي ورقة الزبدة لانو ما بتكون شي يلزق على الجنب وبعد ما يتلع من القالب اكيد منقطعو منقدمو فينا نقدمو معصو الشوكولات فيكن تقدموه لحالو سوبر طيب وعن جد شي رائع لازم لازم تجربوه ما تنسو تعملو لايك لهيدا الفيديو وسبسكرايب لماي تشانل اذا عجبتكن هيدا الوصفة وكمان هارجع اخبركن شي قبل ما قالكم باي انو التشاكلت ساسي اللي حضرته انا هي سيمبلي عبارة عن خليط من الشوكولات مع الكريمة سخنتهم بالمايكرويف وخلطتهم مع بعضون مناش شي معاقدي كتير فيكن تحضروه بكل سهولة وما تنسو تجربوها الوصفة وساحتين والف هنا ترجمة نانسي قنقر